اشتركوا في القناة وأن كانت بيانات التضخم الـ CPI Numbers أو الـ PPI التي هي مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين كلاهما جاء بقراءات مرتفعة أعلى من المتوقع وهذا حقيقة يقلل احتمالية أن يتجه الفيدرال الأمريكي نحو تقليص أسعار الفائدة في أي وقت خلال النصف الأول من هذا العام ويرجأ الاحتمالية بشكل أكبر إلى الاجتماع الجون كان يكون هو أول موعد لاحتمالية تقليص أسعار الفائدة وفق ذات الفيد لاحتمالية تقليص أسعار الفائدة أصبحت الاحتمالية 64% عند شهر جون أن يكون هناك تقليص من أسعار الفائدة ولكن المحضر التركيز سيكون فيه أكثر على إذا لم يكن هناك حديث عن أمكانية في مي أو شهر 5 أن يكون هناك قرار ربما لأسعار الفائدة أو هناك مستويات أعلى من 2% كمتوقع من قبل الفيدرالي أن يبدأ من خلالها تقليص أسعار الفائدة يعني إذا وصل التضخم إلى 2.5% نعم كيف تقيم اليوم تقليص بنك الشعب الصيني للفائدة؟ يعني أسعار الفائدة هي خطوة كانت أعلى من المتوقع التقليص وصلت أسعار الفائدة على المورقج إلى 3.94% ولكنها غير كافية غير كافية للأسواق ساحمت بشكل ضئيل خلال الفترة الآسيوية بتحفيز الأسواق أعتقد هذا في خضم مساعدة من قبل صناع سياسة نقطية في المركز الصيني أو بيك الشعب المركز الصيني أن يكون في عنا تحفيز لأسواق العقارات على وجه التحديد لكنه دون التوقعات وأعتقد يحتاجون بشكل أكبر إلى تحفيز أكثر ضراوة إن صح التعبير من قبل المركز الصيني وكذلك سياسات المالية الصينية نعم في الجلسة الأوروبية ماذا تابعنا اليوم؟ يعني اليوم نحن ألمانيا شفناها الأسبوع الماضي تصبح بالمركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أخذت مكان اليابان في هذا الشأن ولكن هذا لا يعني أن الصورة إيجابية وجيدة جدا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي هو أفضل نوعا ما من الباقي الاقتصادات الأسيوية ولكن مرتبط حقيقة بأداء الاقتصاد الأسيوي شفناها الأسهم اليوم عم تتراجع بعض الشيء وبالتحديد قطاع التعدين كانت هو القائد لهذه التراجعات كيف أثر ذلك على اليورو؟ أعتقد اليورو نحن عم يستغل نوعا ما بعض التراجعات المؤقتة على أداء الدولار الأمريكي بالتالي عم نشوفه مرتفع عن بعض الشيء أمام الدولار الأمريكي وأمام الياباني كذلك الأمر ولكن توقعات أسعار الفائدة وبدء تقليصها من المركز الأوروبي هي الحاكم الفيصل بالنسبة لأداء اليورو في الفترة القادمة نعم ننتقل للحديث عن أسعار النفط يعني مستقبل أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتساعدة يعني نحن هي العامل الأساسي اللي عم يساعد أسعار النفط على ارتفاع هو التوترات الجيوسياسية حقيقة وإلا إذا نظرنا إلى باقي المعطيات الاقتصاد الكلية التي تدعم ارتفاع في الطلب حتى الآن لم تتم تفعيلها بشكل كبير جدا نعم نشوف أيضا ضاغط على أسعار النفط هو أداء الدولار الأمريكي المرتفع الذي يقيم بترول أو سعر البرميل نحن نشوف الدولار الأمريكي ارتفاعاته لأنه في إرجاء وتأخير في عملية تقليص أسعار الفائدة فعم يكون في عندي ارتفاع في قيم السلع وعلى رأسها النفط هذا الذي يمنع ارتفاعات أكتر بسبب التوترات الجيوسياسية ولكن الآلية الأساسية طلب وعرض عم نشوف لسه الطلب ضعيف نعم السيد العادة الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي شكرا جزيلا لك شكرا لك